غادرت طائرة الإغاثية السعودية العشرون مطار الملك خالد الدولي بالرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع خاصة وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت تسعة وثلاثين طن من المواد الغدائية والإيوائية والطبية وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة